اشتركوا في القناة جدا رائعة جدا مهمة وكثير المصممين المبتدين يبحثون عنها هي مسألة دمج الصور مع بعض لو انا عندي اكثر من صورة وابغى دمجها مع بعض في اكثر من طريقة لدمج الصور لكن انا افضل طريقتين انا شوف انهم افضل طريقتين اسهل طريقتين حتى نتائجهم افضل من باقي الطرق لو عندك طرق خاصة فيك انت متقنها اترك عنك هذه الطريقة وخلك مع الطريقة اللي انت تفضلها ومتقنها خاصة لما اذا كانت نتائجها كويسة عشان نبدأ درسنا لا بد نفتح الصور نروح للصور نختار الصور مثلا احنا نبغى ندمجها ولا تكون هذه الصورتين مثلا عندنا هذه الصورة هذه الاصل ونبغى ندمج معها هذه الصورة نمسك الصورة ونسحبها تقدر تسحب الصورة اما تمسكها كذا تسحبها توديها الى العمل الثاني تحطها هنا تسيب الكيبورد تنتقلك الصورة طريقة ثانية لانه في واحد من الشراب سألني عن طريقة نقل الصور مع بعض طريقة ثانية كنترول A تمسكها وعفوا كنترول A نفس الطريقة كنترول A بعدين كنترول C نسخ بعدين كنترول V أو V لصق تنتقلك الصورة عادي وهكذا مع اكثر من صورة ما عندك اي مشكلة حتى من الانترنت ونكن تمسك صورة في الانترنت تسحبها تسحبها الى ايقونة الفوتوشوب وتجيبها هنا في المكان العمل وتسيبها وتنتقلك ما عندك اي مشكلة طيب الآن نقلنا الصورة طيب نريد ندمجها عندنا اللير الاول هذه الصورة واللير الثاني في الـ Background الصورة الأصلية عشان ندمج هذه الطبقة راح ناخذ الطريقة الاولى اللي هي طريقة القناع الدمجي عن طريق القناع أو الماسك نفتح ماسك من هذه الايقونة نلاحظ ان الصورة هذه أو العمل الاول أو اللير الاول فتحنا جنبه ماسك باللون الابيض نتأكد ان هذه الالوان اسود وابيض أو ابيض واسود طيب ونختار اداة التدرج اللوني نختار اي طريقة يعني مثلا نختار دائرة انسب شيء وبشوف كيف الحين ايش اللي راح نسويه نختار دائرة وانا بتقصد اضغط هذا الخيار انعكست الدمج الان صار للابيض على اليسار والاسود على اليمين تمسك تتأكد انك محدد هنا طبقة الطبقة الاولى ومحدد صورة الماسك مو محدد هذه الصورة الماسك وتبدأ ترسم تدرج عادي من النص وتتجهي لليمين أو اليسار وتسيب ايش اللي صار صار انه الدم صار عندي في النص يعني الحواف باينة والنص مختفي وانا بالعكس ابغى الحواف مختفية والنص باين فاسوي كنترول زيت ارجع خطوة واشيل الصح من هذا الخيار ريف ريس اشيل الصح منه بعدين ابدأ اسويها مرة ثانية نلاحظ ان الصورة اندمجت مع الصورة الثانية بهذا الشكل طبعا انت عد الحين تبدأ تبحر في إبداعاتك وتروح مثلا المود وتبدأ تغير بهذه الطريقة تشوف المود المناسب لك المناسب للصورة وتشوف عدنت وبصرك يعني راح تراجع راح احدف المود او عفوا الباسك امسكه كده واحدفه وارجع المود انا اش سويت طيب هانا احدف هذه الطريقة كنترول طيب هذه الصورة الاصلية الآن الطريقة الثانية الطريقة الثانية باستخدام اداة الفرشاة الناعمة تأخذ اداة الفرشاة تتأكد انها فرشاة نعمة اللي هي الفرشاة الأولى هذه وتكبر وتصغر الحجم حجم الفرشاة حسب الصورة وحسب العمل اللي عندك فلان تبدأ تروح للحوار تبدأ تمسح بهذه الطريقة استخدام الفرشاة تمسح بهذه الطريقة تمسح باستخدام اداة الفرشاة لو غلط تقدر تسوي تراجع وتكمل بهذه الطريقة طير رمود للمودل اللي انت تبغى بالتالي يتم الدمج في افضل صورة انا شوف ان هذه الطريقتين هي افضل طريقتين وان كنت افضل طريقة القناعة الدمجي لانها طريقة اكثر احترافية ومناسبة بشكل اكبر في حاجة بس انا نسيتها برجع للقناعة الدمجي فرصة عيدة الدرس بشكل سريع نصوينا قناعة الدمجي وخذنا اداة التدرج اللوني وكل شيء اوكي وسوينا هذا التدرج مثلا ورسمنا اوكي اندبجت الصورة انا ما ابغى انه تكون الدمج دائري يعني مثلا ابغى تحط الصورة في الزاوية هنا وابغى الدمج يجي بس من هذه الجهة فتقدر تغير نوع التدرج تجيل التدرج هذا اللي هو التدرج من جهة واحدة تسوي زي كده عفوا تسوي العكس بهذه الطريقة يصير الدمج عندك من جهة اليمين فقط طب انا ابغى من جهة الإثار فقط ممكن تعكس تسوي بهذه الطريقة ممكن تجي هنا مثلا وتسوي بهذه الطريقة التمج المكان الذي تريد المكان الذي تريده بكذا يكون خلاص من الدرس الثامن من أساسياته في تشوب بنظرة فوتوغرافية كان درسنا عن دفج الصور درس بسيط و سريع أتمنى تكونوا استمتعتوا و استفدتوا يعطيكم ألف عارفين وتلقي شاء الله في درس قادم شكرا